السلام عليكم الإمام العز بن عبد السلام فيما يلي أقرأ عليكم مقالا من موقع قصة الإسلام بعنوان الإمام العز بن عبد السلام العز بن عبد السلام نسبه وقبيلته هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن شيخ الإسلام وبقية الأعلام الشيخ عز الدين أبو محمد الدمشقي الشافعي ولد بدمشق سنة 577 هجري 1181 ميلادي ونشأ فيها طفولة العز بن عبد السلام نشأ العز بن عبد السلام في أسرة فقيرة وكان هذا من الأسباب التي جعلته يطلب العلم بعد أن أصبح كبيرا وقد أتاح له ذلك مع اجتهاده في طلب العلم وصبره عليه أن يتفقها كثيرا وأن يعي ما يحصله من علم أكثر من غيره ملامح من شخصية العز بن عبد السلام فقهه من أهم ملامح شخصية الشيخ رحمه الله علمه وفقهه فقد تميز الشيخ وبرع في هذه الناحية كثيرا حتى لقبه تلميذه الأول ابن دقيق العيد بسلطان العلماء ومما يشهد بسعة علم الشيخ ما تركه للأمة من مؤلفات كثيرة عظيمة القيمة عميقة الدقة في مادتها والتي ما زال الكثير منها مخطوطا ولم يطبع بعد هيبة العز بن عبد السلام وجرأته في الحق هذا الجانب أيضا مما تميز به الشيخ وبلغ فيه مبلغا عظيما حتى اشتهر به فلا يذكر العز بن عبد السلام إلا وتذكر الهيبة التي يهبها الله للعاملين المخلصين من عباده لا يذكر العز رحمه الله إلا وتذكر معه الجرأة على كل مخالف لشرع الله مهما على مكانه وارتفعت بين الناس مكانته ونظرة في أي مرحلة من حياة الشيخ نجد هذا الأمر ملازما له لا ينفك عنه بحال من الأحوال وله مواقف خالدة كثيرة في ذلك منها حينما تولى الصالح إسماعيل الأيوبي أمر دمشق وهو أخ الصالح أيوب الذي كان حاكما لمصر فتحالف مع الصالبيين لحرب أخيه نجم الدين أيوب في مصر وكان من شروط تحالفه مع الصالبيين أن يعطي لهم مدينتي صيدة والشقيف وأن يسمح لهم بشراء السلاح من دمشق وأن يخرج معهم في جيش واحد لغزو مصر وبالطبع ثار العالم الجليل العز بن عبد السلام ووقف يخطب على المنابر ينكر ذلك بشدة على الصالح إسماعيل ويعلن بصراحة ووضوح أن الصالح إسماعيل لا يملك المدن الإسلامية ملكا شخصيا حتى يتنازل عنها للصالبيين كما أنه لا يجوز بيع السلاح للصالبيين وخاصة أن المسلمين على يقين أن الصالبيين ما يشترون السلاح إلا لضرب إخوانهم المسلمين وهكذا قال سلطان العلماء كلمة الحق عند السلطان الجائر الصالح إسماعيل فما كان من الصالح إسماعيل إلا أن عزله من منصبه في القضاء ومنعه من الخطابة ثم أمر باعتقاله وحبسه ومن مواقفه الشهيرة أيضا والتي اصطدم فيها مع الصالح أيوب نفسه أنه لما عاش في مصر اكتشف أن الولايات العامة والإمارة والمناصب الكبرى كلها للمماليك الذين اشتراهم نجم الدين أيوب قبل ذلك ولذلك فهم في حكم الرقيق والعبيد ولا يجوز لهم الولاية على الأحرار فأصدر مباشرة فتواه بعدم جواز ولايتهم لأنهم من العبيد واشتعلت مصر بغضب الأمراء الذين كانوا يتحكمون في كل المناصب الرفيعة حتى كان نائب السلطان مباشرة من المماليك وجاءوا إلى الشيخ العز بن عبد السلام وحاولوا إقناعه بالتخلي عن هذه الفتوى ثم حاولوا تهديده ولكنه رفض كل هذا مع أنه قد جاء مصر بعد اضطهاد شديد في دمشق وأصر على كلمة الحق فرفع الأمر إلى الصالح أيوب فاستغرب من كلام الشيخ ورفضه فهنا وجد الشيخ العز بن عبد السلام أن كلامه لا يسمع فخلع نفسه من منصبه في القضاء فهو لا يرضى أن يكون صورة مفتي وهو يعلم أن الله عز وجل سائله وركب الشيخ العز بن عبد السلام حماره ليرحل من مصر وخرج خلف الشيخ العالم الآلاف من علماء مصر ومن صالحيها وتجارها ورجالها بل خرج النساء والصبيان خلف الشيخ تأييدا له وإنكارا على مخالفه ووصلت الأخبار إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب فأسرع بنفسه خلف الشيخ العز بن عبد السلام والصرداه فقال له العز إن أردت أن يتولى هؤلاء الأمراء مناصبهم فلابد أن يباعوا أولا ثم يعتقهم الذي يشتريهم ولما كان ثمن هؤلاء الأمراء قد دفع قبل ذلك من بيت مال المسلمين فلابد أن يرد الثمن إلى بيت مال المسلمين ووافق الملك الصالح أيوب ومن يومها والشيخ العز بن عبد السلام يعرف ببائع الأمراء وقد وصف الشيخ رحمه الله أيضا بالزهد والورع الشديدين كما وصف بالبذل والسخاء والكرم والعطاء والعطف على المحتاجين مما يجعل من شخصيته رحمه الله نموذجا رائعا يقتدى به في كل ما يدين الحياة المختلفة شيوخ العز بن عبد السلام حضر أبا الحسين أحمد بن الموازيني والخشوعي وسمع عبد اللطيف بن إسماعيل الصوفي والقاسم بن عساكر وابن طبرزد وحنبل المكبر أو المكبر وابن الحرستاني وغيرهم وخرج له الدمياطي أربعين حديثا عوالي وتفقها على الإمام فخر الدين بن عساكر تلاميذ العز بن عبد السلام روى عنه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد والدمياطي وأبو الحسين اليونيني وغيرهم مؤلفات العز بن عبد السلام للعز بن عبد السلام رحمه الله مؤلفات كثيرة منها ما هو مطبوعا ومنها ما هو مخطوط فله كتاب الإلمام في أدلة الأحكام والترغيب أهل الإسلام في سكن الشام وله كتاب في التفسير وكتاب شجرة المعارف وله كتاب في العقيدة سماه عقائد الشيخ عز الدين وشرحه الإمام ولي الدين محمد بن أحمد الديباجي وله كتاب الفتاوى الموصلية وله كتاب القواعد الكبرى في فروع الشافعية قال عنه صاحب كشف الظنون وليس لأحد مثله وكتاب كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار وله كتاب الغاية في اختصار النهاية وقد شملت مؤلفات الشيخ التفسير وعلوم القرآن والحديث والسيرة النبوية وعلم التوحيد والفقه وأصوله والفتوى منهج العز بن عبد السلام في البحث يدعو إلى إعمال العقل في استنباط الأحكام وفي التعرف على المصالح ويرى أن الأحكام إن لم يمكن استنباطها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس فيجب استنباطها بما يحقق مصلحة ويدرأ مفسدة والعقل هو أداة هذا الاستنباط ثناء العلماء على العز بن عبد السلام قال عنه الذهبي بلغ رتبة الاجتهاد وانتهت إليه رئاسة المذهب مع الزهد والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلابة في الدين وقصده الطلبة من الآفاق وتخرج به أئمة وقال عنه ابن دقيق العيد كان ابن عبد السلام أحد صلاطين العلماء وقال عنه ابن الحاجب ابن عبد السلام أفقه من الغزالي وقال عنه ابن السبكي شيخ الإسلام والمسلمين وأحد أئمة الأعلام سلطان العلماء إمام عصره بلا مدافعة القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه المطلع على حقائق الشريعة وغوامضها العارف بمقاصدها وفاة العز بن عبد السلام توفي العز بن عبد السلام رحمه الله سنة 660 هجري 1261 عن 83 سنة